وصفت النائب عن التحالف المدني شروق العبيتشي الخلافة حول إقرار قانون العفو العام بأده خلاف سياسي يتعلق بمن سيشملهم القانون مضيفة أن من الأمور المطروحة هي مصير من ألقي القبض عليهم بوشاية المخبر السري أو باتهامات كيدية أو باعترافات تحت التعذيب منتقدة الطريقة التي يتم التعامل أو يتم بها إطلاق بعض الموقفين وصفة الأمر بأنه كارثي القضية السياسية بحتة وأنا أعتقد هو القانون ضروري ولكن على أن يتم معه إجراءات وتوضيحات لكيفية تنفيذة نحن نعرف أنه أي قانون يصدر بهذا الشأن ترتفع سعر الإطلاق سراح السجناء بالمال تنفيذة يتم من خلال ما يدفع من مال إلى الجهات المعنية التنفيذية بإطلاق سراحهم وهذا الأمر كارثة